موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت بين الصخب السياسي وردات الفعل المتناقضة التي أثرتها مواقف الأمين العام لحزب الله وبين الصخب الانتخابي الخافت حينا والمتصاعد أحيانا معطوفا على صخب الموازنة العامة للدولة تبدو الصاحة الداخلية مثقلة بالتعقيدات التي تنظر بمزيد من التأزم بكل الملفات الداخلية والخارجية ما يطرح السؤال لبنان إلى أين من هنا هذه هي افتتاحية جريدة الجمهورية لعلها تختصر ما ورد في صحف بيروت هذا الصباح وتساؤلات التي طرحها كتابها وهي تساؤلات سأحملها وأطرحها على ضيفي النائب دكتور وليد قوري عضو قتلة التغيير والإصلاح صباح الخير صباح النور شكرا بكتور حلقة يعني مليئة بالملفات كنت بعتقدة أنه موضوع عنون الانتخاب رح يكون أول موضوع رح نقش معك ولكن اليوم جو الصحف بمكان آخر تماما جو متشائم يقول بأنه الآتي من الأيام قد نكون أمام مزيد من التأزم وذلك على خلفية مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النارية بداية الحلقة منها الكاريكاتور بجريدة اللواء جعجع والمستقبل يدعوان العهد لوضع حد لمسلسل إساءة حزب الله للعلاقات العربية واللبنانية للعلاقات العربية عفوا واللبناني يقول لإساءة للعلاقات العربية بتهدد المصالحة الوطنية مش كاريكاتور هاي ما بد يعني النوع كاريكاتور مش ضرورة تكون سي مرح يعني كمان يمكن بتعبر عن واجع معين أو عن قلق معين يعني شي بديهي إنه كل إساءة طبعاً لكل شي عربي بتعمل مشاكل بس نحنا برأيي وحدتنا الوطنية صارت مرسخة من بعد انتخاب الرئيس وإنشئ الحكومة ورح تترسخ أكتر من بعد انتخابات نيابية إن شاء الله الأمور الخارجية ريت نحنا قلنا إيد فيها بكل صراحة يعني لو في وضع أقليمي متأزم ووضع دولي أكتر وأكتر ومش عارفين شو ناطرنا بوجود الرئيس ترامب هلا كل يوم نتفاجأ بشي يعني الكلام الأمين العام لحزب الله الأخير بأي خانة تضعه طالما أشرت لي مواقف الرئيس ترامب هل هو مرتبط بشكل أو بآخر بالتوتر الإيراني الأمريكي المتصاعد يعني واضح إنه في توازن قوى رعب إذا بدك يعني الشي اللي حكى بجوية الخطاب مع سيد حسن بالنسبة لإسرائيل كان ملفت شو دخل لبنان بهالتوازن الرعب بين إيران والبلايات المتحدة مش عم بيحكي عن إيران عم بيحكي عن حزب الله بس حكي عن وضعه مع إسرائيل منعرف نحن أنه في من سنة الألفين من وقت التحرير لهلأ يعني الحزب هو اللي قايم بقصة دفاع بأكتر شي عن لبنان بهالأمور هايدي يعني بتوازن الرعب اللي صار واللي خلى من سنة الألفين وستة لحديث هلأ أنه ما تجرب إسرائيل تعمل شي توازن الرعب هذا عم الأرار الدولي الأرارات الدولية اللي أرسلها حرم الدموز بالألفين وصراحة نحن شايفين أنه إسرائيليين خايفين والبرهين كل يوم عم بقلوها بالإعلام تبعهم يعني أنه في مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لألون الأخطر شي لألون هو وجود حزب الله بجنوب لبنان يعني هذا عم بيعلمه بكل المحلات تبعهم حتى مع الرئيس ترامب يعني وطع حكي باليمين نتنياهو أعتبر أنه أكبر خطر لألون هو الحزب فأذن الحزب أول شي طبعا يعني مهدد بوضع خطير إقليميا ودوليا وعم بيقلهم بيقلح كان سيد حسن أنه إذا كفيتوا على هالمنوال ونيويين تعملوا شي خطأ ما نحن بالمرصد نحن بصدد حرب دكتور خوري يعني فيه برجع بقلك توازن رعب يمكن ما يصير حروب يمكن ما يصير حروب بس عم بيع فيه تحزير من حرب أنه يا إسرائيلي إذا أنت مفكر ومستقوي بمستر ترامب لا نحن عنا إمكانية ندمر دايمونا نعملكم مشاكل الأمونيا يعني كل هالأمور اللي حكي هاي دي كلها بتصب بوضع أنه انتبهوا ما تعملوا شي غير محسوب نعم ولكن يعني اليوم كان الاعتقاد أنه من بعد المصالحة إذا بدي أولا تسوي التي أتت الرئيس عون رئيسا للجمهورية ورئيس الحرير رئيسا لمجلس الوزراء نحن سنكون أمان فاصل مختلف تماما وقت بنا نتفاجأ بأن أي شيء لم يتغير يعني حزب الله قبل كان بس يساعد يقول أنه هو بمحل معين قلق أنه ما عنده دعم من شريحة لبنانية اليوم الوضع اختلف ليش بدأ نرجع لهذه الدوامة لأنه باعتد ما في شيء تغير يعني صحيح أنه لبنان صار نوعا ما انتظم سياسيا وصار عنده دولة نوعا ما مؤلفة من رئيس ورئيس حكومة نعم ومقبلا برئيس بمجلس نواب بس هذا الشيء ما تغير إذا بديك الإقليم الإقليم بعده محله يعني حزب الله أصبح لاعب إقليمي بطل أنه لاعب حزب سياسي لبناني بس يعني عم نحكي كمان حتى الرئيس حريري مواقفه ذاته نعم سيد حسن كمان أنه ما تغير شيء إذا بديك إذا تلعي قبل الانتخابات طبعا ما بعدنا محلنا يعني ما مصر فيه تموضع إذا بديك تاني نعم بس بالآخر كلهم متفقين لإنشاء دولة بلبنان نوعا ما أنه انتظام السياسي لعمل السياسي بلبنان وعمل الدولة ليفات للناس ما فيه يعني ما فيه تضل دولة هيك فاضية وماشي مع أنه يعني بهذه الفكرة تحديدا مش انفصام بالشخصية يعني كيف بدك ترسي دولة وتساعد الرئيس يرسي دولة وفيه هذا السخب هلأ مش الرئيس وحده الدولة انتبهي يعني ده رئيس موجود عرأس الدولة بس بالآخر في حكومة نعم بس فيه انتلاقة عهد جديد بعده هلأ صار مئة يوم من عهده يعني بعده العهد بأوله اليوم كل اللي حكي أنه فيه مخاوف إذا على مسيرة العهد لا بعتقد فيه مخاوف بتقول جريدة الجمهورية أنه فيه مخاوف على مسيرة العهد بسبب المواقف الأخيرة والبعض يتساءل هل الشراكة التي أرسيها انطلاء العهد ستستمر بعنوان المساكنة أو ربط النزاع لكن لبعتقد أنه نحن هلأ بإطار جديد يعني فيه مثل ما عم تتفضل بتحكي فيه عهد جديد بيان وفيه الأفريقاء بعضهم مفكرين أنه ماشي الحال مثل ما كنا قبل يعني كل واحد بيقول شو أفكاره بالأساس وبيقول مواقفه يعني هذا الشيء يمكن تيساعد العهد يازم يكون فيه شيء كونسنسس معين على القليلة إعلامة على القليلة خارجة إذا بدك أنه كيف بدنا نمشي هذا الشيء بعدنا هلأ عم نتلمس خطواته كونسنس بين مين ومين بين الأفريقاء كلهم بين حزب الله يعني حزب الله الدولة الحكومة الوضع استراتيجي للبلد يعني الوضع الاقتصادي من يجب أن يدفق بعد قد الخطوات اللي صارت اللي حيتهلأ والمواقف اللي صارت من كل الأفريقاء أنه بتستوجب هدوء وقعد على طاولة ونتفق كلنا سوا كيف لازم على القليلة إعلامية بدون من نغير بمواقفنا وإذا بتشوفه أنه في كتير أفريقاء كانوا مختلفين بحكي نحن والقوات اللبنانية مثلا كنا مختلفين أساساً بكتير أمور وبعدنا بقضايا معينة بس وطيرة إذا بدك التصادم خفت كتير بس الدكتور جعجع مبارح بحديث لوكالة الأنباء المركزية مثل ما قالت جريدة النهار ذهب إلى تهام نصر الله بأنه أعاد الأمور للنقطة الصفر وأنه المساكن السياسية بين الحلفاء الأضاد للعهد العوني هي أمام اهتزاز حاد بما يشكل اختبار حساس للرئيس العون أول مرة الدكتور جعجع بيخرج موقف منه بهذه القوة وبهذا الشكل العلني يعني الدكتور جعجع موقف ومعروف بالنسبة للحزب الله نعم بس كان عم بيدار يعني بمحل معين حساسية العمان أنا برأيه بعده يعني ما صار في شيء لو صار في شيء كبير كان لا شفنا أمور أخرى يعني كان فيه ممكن استئلات تهديدات يعني فيه أشياء ما صارت عصا عيد الحكومة عصا عيد المواقف سياسية ما عم برر شيء بس عم بقول أنه نحن هلأ بإطار إذا بدك تلمس طريق لانسهار وطني ما إن شاء الله نقدر نصله بطريقة نوعا ما لأنه بحاجة له ماسة لأنه في وضع بالبلد لا يحتمل وضع غير سياسي اقتصادي خطير أمني أخطر مليون نص منازح سوريا مبارع عم نشوف شو عم بصير بعين الحلوي يعني فيه أمور ما معنا طرف إنه نقعد نتسأل وترجمة ترجمة هذا المسعى تكون عبر اتفاق بين الكبار يعني طبعا بدي يصور في اتفاق على بحكي من عندي يعني تحليل شخصي إنه ما فينا نكف بهالوطيرة كل مده والتاني نعمل مصارعات سياسية علنية بدون ما تفيد شيء بالآخر للبلد يعني المعادلة الجديدة كمان تطرق إليها علي الحسين بالمستقبل بيقول إنه نصر الله حاول توجيه رسالة واضحة للعهد الجديد مفادة إنه الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلالنا وكان في حكي قبل إنه بدأت ترجع قصة معادلة الأمن لنا وإنته هتموا بالأمور السياسية الصغيرة اللي بتعني البلد واللي ما بتعني الشي بالنسبة لحزب الله ممكن يقبل الرئيس عون بمعادلة من هذا النوم إنه الأمن ممكن الرئيس عون بعهده يقبل بمعادلة بتقول الأمن لحزب الله والاقتصاد وغيره للدولة يعني أنتو بتعرفوا الرئيس عون يعني الرئيس قائد الجيش السابق يعني مش ويرد يكون هيك تفكيره وهو رجل المؤسساتي ودولة يعني كتير من هالناحية أنا أكيد مش مش هذا الحديث هلأ كيف شو أصد استاذي حسيني ما بعرف بس أنا ماني شايف إنه الحزب هو ماسك الأمن بلبنان يعني اللي ماسك الأمن بلبنان بالمبدأ هو القوات الأمنية وال هلأ بالنسبة للحزب استراتيجيا إيه عنده إمكانية يردع إسرائيل وهذا شي موجود وكان موجود قبل ما يرجع العماد عون وقبل ما يكون في شيء ومن سنة 82 يعني حتى في كتير الناس عايشوا هالفترة وكانوا مباركين يعني نحنا من نتذكر سنة الألفين بس صار في المقاومة بس المقاومة طردت إسرائيل كل الناس هللت يعني أولا ولكن بعد العام 2006 وسبع أيار لا عم نحكي نحن عن الوضع السياسي عم نحن الوضع استراتيجي ضد إسرائيل صارت بمحل آخر لأنه صار في سبع أيار لأنه صار في تهديد للمقاومة يعني ما يجري اليوم لا تراهي يهدد بأزمة وطنية لا عم بردع عم بجرد بأفهم شو أصده بخلاصة الوضع الأمني للحزب الله لا لا مش مزبوط بخلاصة لهذا العنوان يعني كل الحال كل يوم الأخبار مثلا بتقول نحن بآخر أيام مرحلة الوئام أزمة وطنية لا أعتقد تعيد الاستفاف بين ثمانية واربعة عشر لا لا أعتقد ذلك أبدا يعني أنا برأيي أنه صار في التفاهمات ومعروف أنه بس الرئيس الحريري تفقه العماد عون أو المكونات الأخرى معروف أنه ما رح يغير العماد عون بالنسبة لها أو طيارة الحر ما رح يغير بالنسبة لها وفهمنا الردع الحزبي لحزب الله ضد إسرائيل العسكري بالنسبة لنا هذا يعني ما نقص مين بالبلد فيه ناس بيعتبروا أنه هالقدرة الردعية لحزب الله ضد إسرائيل موجودة ولازم تضل وفيه ناس بيقول لا لازم تنشير بعيحان بدي أخد فاصل صغير بعد مباشرة رح أكمل بهالموضوع يلي كما يبدو توتر فيه نعكس توتر أيضا بأنون الانتخاب لحظات وانا عود حاضر